مساء الخير والعافية عليكم متابعيني شونكم شخباركم يا رب تكونون بخير وصحة وسلامة وعافية اليوم حبيت أشارككم هذا اليوم كان أول يوم العيد أول يوم العيد لازم نروح نشوف الوالدة الوالدة كانت بيت اختم مسجاد رب يحفظها طبعا هذا التلفزيون ما بيت اختم مسجاد مشغلينا على هاي القنوات هاي كلش حلوة القنوات أنا دائما أحب منهم وهنانا أجت اختم كرار خبرتني قالت انتي يم مسجاد جيت الشوفين الوالدة قلت لأي والله قالت شانا راح أجيامكم وأنا جاي بعشي من بورة جايبين راح نجي ونتعشي الواهس قلت ليا بتاعي بس بدون عشي احنا مسوين هنا مسجاد ما قصرت خير وبركة من رب العالمين مثل ما تشوفون هي والبنات قلموا وهمة والله تعبناهم فهنا جابت أختي ومكرار جابت كباب وجابت صمون وجابت هذا بطل شاني وبطل ببس خير وبركة من رب العالمين والتمي أنا لمة حبايب واللمة والله يا بنات ما تتعول وربي لا يحرمكم من اللمة ما لأهلكم وأخواتكم وإن شاء الله دائما تكونون أخوات وحدة قلب على قلب وهذا البيت الجاني مقليتها بهذا الشكل هذا البيت الجاني الكبر مسويتها تلثة أقسام ومشيفتها ومملحتها ومقليتها بس كلش طيبة صير عاشت يديك حبيبتي هنا أحبي أتصور لكم هذا البيت الجان هذا قلت لكم أول يوم العيد ثاني يوم العيد اتفقنا أنا واختي أم كرار رحنا هنا للحديقة الترفيهية طبعا هواي تجيين تعليقات من يا محافظة أنت حبيبات قلبي من محافظة ميسان وتحياتي إجتنا متابعة من الديوانية ومتابعة من بغداد ومتابعة من البصرة وهواي متابعين ربو يحفظكم ويخلي لكم عزاز قلبكم وشكرا لكم والتعليقاتكم والحلوة اللي يقدل على أخلاقكم ربو يسعدكم ويوفقكم آمين ربو العالمين بحق محمد والي محمد يرزقكم بالستر وبالعافية وراحة البال يا رب واللي تتمنوني إن شاء الله رب يحقق لكم بحق هاي الأيام الفضيلة والمباركة بحق شهيد كربلا هنا رحنا بالحديقة هاي بنتي يشاهد هنا أنا جابهم هاي الشكرياتية بس كانت مو كلش يعني طيبة الوحدة بألف دينا فما حبهم يشترون أنا قلت لهم راح أاخذ وحدة لأن تعشينا الصراحة بس ما صورت لكم سويت ويا أنا كباب مال الدجاج واختي مكرارهم جابت شغلات وياها كل من جاب من بيته وتعشينا نتعرفون الأكل من بره مرات مو هل قدمة للحديقة مو مثل يعني مطعم أكو مطاعم راقية يعني طيب أكل هي وأكو لا والله بالعيد يعني صير مزدحام يعني مادة شنو ما شنو وهنا أنا جهار رادم يلعبون بالحديقة حبي ينهم اللاعبهم هذا القطار وأنا واختي مكرار منتظرينهم ونباوع عليهم أذا حابين راح خلي لكم الرابط مع الأختي مكرار بأول تعليق وأثبتها لكم أذا حابين تزورون قناتها هي أختي أتمنى تشتركون بقناتها على قد المحبة وأشكركم شكرا جزيلا على كل شي جاي تقدمونا إلي وكلامكم الحلو رب يسعدكم ويوفقكم يا رب شكرا التعليقاتكم الحلوة شكرا الكلامكم شكرا على كل شي جاي تقدمونا إلي بذاك الفيديو الحمد لله رفحته إلي يا رب يوفقكم وإن شاء الله أكون أتحسن ظنكم وإن شاء الله اللي حابين الفيديوهات أقدمها إلكم وطبعا عدي فيديو هسا اليوم آخر يوم العيد صورته طبعا متابعين طلبوا من عدي وهم عزيزين على قلب وإن شاء الله راح أنزدئ لكم وين رحيت وين مشيت إن شاء الله خليكم مورا هذا الفيديو إن شاء الله يوم أو يومين أنزدئ لكم لأنه كملتان التصوير وإن شاء الله أكيد راح يعجبكم هاي آخر جولتنا بيوم العيد وهذا العيد والله أول مرة أتونس بيطلعنا صح هو يعني مو مثل قبل يعني واحد يتونس وهي شي بس يغير جو شوية من الوضعية اللي هو عايشة وتعرفون يعني مرات الواحد هم يمل يعني من نفس الروتين ونفس البيت وأزيال شي الصراحة على مد البنات يعني يحبون هم وهم يطلعون ويشوفون يعني الناس واحد شوية يفتره من يطلع بعدين لما انطلعنا قلنا لأبو التك تك مربينه من القطاع على مد رادن آيسي كريم ورادن فلاش ما ديش اسمه هاذا اللي يشربونه جبنا من البطريق البطريق احنا كلش حلو هم ان شاء الله أصور لكم به فيديو البطريق مو بالقطاع لا فرع الثاني بعواشة كلش حلو وان شاء الله هم عليهم أصور لكم فيديو به بس خلناهم ايد الطيب وأذب هاي الصبابة لأن كلش معذيتني وهنا حبايب قلبي لعبهم هاي الجهال ركبناهم لعند النيشة شوي كل هني خوف وان يعني ما واحد يعني خاف على الجهال ما أقدر ألاعبهم به لأن كلش عاليات اهنا أشوفكم فيديو جديد مع الف سنة